أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الهزراء أن السياسات الحكومية مبنية على تطوير المهارات الإدارية لموظفي القطاع العام لما يمثله ذلك من عامل رئيسي من عوامل تعزيز القدرات وتحسين الأداء المؤسسي وفرصة حقيقية للموظفين لبناء مسارهم المهني بشكل متدرج وفق مهام ومسؤوليات محددة على نحو يساهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الهزراء حفظه الله جاء ذلك لدى ترأسي معالي اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة والذي عقده عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن إطلاق الخطة السنوية للمعهد للعام 2024 مشيرا إلى أنها ترتكز على تطوير الكوادر الوطنية بما يتماشى مع أهداف أولويات برنامج الحكومة والمتطلبات التنموية في منظومة العمل المؤسسي في القطاعين العام والخاص وذلك عبر إعادة تصميم البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية والذي يعد أحد أبرز البرامج التي يقدمها المعهد لمنتسبية القطاع العام ولفت معالي إلى أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في حلته الجديدة يأتي بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية لمعرفة مواطن الحاجة الفعلية لتطوير القدرات من جهة وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي والإبداع في العمل الحكومي من جهات أخرى كما وجه معاليها المعهد لمواصلة تقديم الخدمات التدريبية التخصصية لمنتسبية القطاعين العام والخاص والأفراد عبر دراسة متطلبات منظومة العمل المؤسسي والأفراد والاستناد إلى تقييم البرامج والدورات التدريبية السابقة وعلى صعيد متصل أشهد معاليه بما تمكن معهد الإدارة العامة من تحقيقه خلال العام الماضي 2023 من منجزات تواكب الأهداف المرسومة وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة الشيخة رنة بنت عيسى بن الدعيج الخليفة مدير عام معهد الإدارة العامة جهزية المعهد لإطلاق الحزمة التدريبية لهذا العام بناء على موافقة مجلس الإدارة والتي تضم في مجموعها 29 برنامجا تدريبيا و52 دورة قصيرة وتستهدف جميعها توسيع نطاق حدد المستفيدين من الخدمات التدريبية للمعهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر